موازنة تفتقر للخطة الإصلاحية ومتخمة بالرسوم والضرائب لا تلبي الآمال المعقودة عليها هكذا وصف خبراء اقتصاديون الموازنة التي أقرتها الحكومة اللبنانية فليس هناك من أي هدف لهذه الموازنة إلا ضرب الاقتصاد أكثر بما هو متدهور ضرب القيمة الشرائية للليرة اللبنانية الموازنة العامة للبلاد تترافق مع استمرار المشاورات بين بيروت وصندوق النقد الدولي مشاورة يأمل لبنان الحصول في نهايتها على مساعدات وقروض مالية المستحسن أن يتم اعتماد القاعد الإسناع عشرية خلال الأشهر الحالية بجباية الواردات وصرف النفقات بعد منها ببلش الوضع يستقر منوصل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ابتجي هذه الموازنة ضمن هذا السياق والاتفاق اللبنانيون الذين احتجوا قبل أكثر من سنتين على زيادة طفيفة في أسعار الاتصالات سيدفعون بدل اتصالات والكهرباء والمياه وسائر الخدمات رسوماً تفوق بعشرين مرة ما في حدا قادر يتحمل كل الناس وضعه مش منيحة بدا وبعدين مبارح طلعاً بيصرح وبقول أنه ما في شي بباليش لم تكن شي في بباليش أرقام الموازنة لا تتخطى عمليات حسابية لتغطية النفقات التي تصل إلى 47 ألف مليار ليرة مقابل إيرادات تصل إلى 39 ألف مليار ليرة ولم تلحظ الموازنة أي تصحيح للرواتب والأجور لم يستطع رئيس الحكومة نجيب ميقاطي سوى مصارحة اللبنانيين بعد إقرار حكومته الموازنة العامة ووعدهم بسنوات صعبة داعياً إياهم إلى التحمل رمت الحكومة كرة الموازنة في ملعب البرلمان ومن المفترض أن يستغرق النواب أسابيع لإقرارها وإصدارها بقانون لا سيما أن الانتخابات التشريعية على بعد شهرين ونيف ما قد يؤدي إلى طعاط حذر من النواب مع موازنة غير شعبية بحسب خبراء اقتصادي عبدالصباغ من القصة الجمهورية في بعبدال الميادين